وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق الأسيوية انضم إلينا من ماليزيا كريستوفر طاهر كبير استراتيجي الأسواق في إكس نيس أهلا بك معنا بداية على شاشة سي أم بي سي عربية يعني عم نلحظ الإغلاقات المتباينة في الأسواق الأسيوية والأبرز الخاسر اليوم كان مؤشر نيكي تو تو فايف بضغوط من القطاع المصرفي على خلفية أزمة بنك سيليكون فالي كيف هي التحركات اليوم نقرأها بالنسبة للقطاع المصرفي في أسيا ولكن الأبرز فيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي هذه المرة والشركات الناشئة في هذا القطاع كيف هو تأثرها يعني خاصة بأننا نعرف بأن هذا القطاع حيوي جدا في الأسواق الناشئة برأيك إنعكاس الواضح لهذه الأزمة على هذه الشركات نعم التراجعات التي نشهدها على الدولار أعطت بعض الزخم بالنسبة لتحركات العملات الناشئة وخاصة اليان نشهد ارتفاعاته لأعلى مستوى تقريبا في شهر برأيك هذا الأمر إلى أي مدى سيدعم هذه العملات في الفترة المقبلة؟ هذا بالإضافة لبعض التوقعات المتعلقة بالفائدة من جولدمن ساكس بأن لربما الفدرال الأمريكي لا يقدم على رفع الفائدة كيف نقرأ هذه التصريحات؟ كيف نقرأ هذه التصريحات؟ كيف نقرأ هذه التصريحات؟ كيف نقرأ هذه التصريحات؟ كريسوفر السؤال وباختصار فيما يتعلق بإبقاء الحكومة في الصين على رئيس البنك المركزي بنك الشعب الصيني وأيضا وزارة المالية دون تغيير برأيك هذه الخطوة إلى ماذا تفتح لنا أبواب في الفترة المقبلة للاقتصاد الصيني وما هي المعطيات التي ربما قد نشهدها في الفترة المقبلة؟ كريسوفر طاهر كبير استراتيجي الأسواق في الإنسان إكسنس شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا على وجودك معنا إذن الصين تطمئن من أزمة بنك سيليكون فالي وفرعه في الصين ولكن كيف هو الحال والتحركات في باقي الأسواق العالمية؟ شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة